تخيلوا بطولة عندنا في السعودية جائزتها موستينج اي و سيارة موستينج تبعوا تعرفوا تفاصيلها خليكم معا السلام عليكم و رحمة الله و بركاته معكم و محمد بروم من قناة فيديقان فرارة اليوم الصراح عندنا موضوع دسمال لدرجة تحس كده وزنها كأنه مليون من موضوع لعبة فورزا هورازي و الطولة اللي عندنا في السعودية وجائزتها موستينج إلى موضوع تعريب ألعاب روكستار والسبوع هذا صراحة كم مليان أكشن اللي متابعني على تويتر يكون عارف الموضوع إلى التخفيضات الجيدة لعجهز البليستيشن وبعض الأشياء الثاني حشارككم إياها في هذا المقطع طبعا حاب أذكر قبل أن نبدأ مخشف التفاصيل كل إذا أنت من الناس اللي عارب محتوانا و واثق فيها أعطيني لايك إذا أنت من الناس اللي تبغى لسه وقت وجديد علينا في القناة حاب أقول لك الجملة اللي يعرفوها عننا الشباب لا تنسى الاشتراك في القناة نشر المقطع إذا عجبك اللايك و الدسلاك بعبرنا رأيك في النهاية خلونا نبدأ بأبرز العناوية مصابقة إكسبوكس السعودية للعبة فورزا هورايزين 3 ولعبة ماينكرافت بالنسبة لعبة فورزا هورايزين 3 تخيلوا الجائزة حتكون موستينغ صراحة شي كبير لتفاصيل أكثر تحصلوا الرابط عندكم في الدسكريبشن باتلفيلد 3 وباتلفيلد باد كمباني و دراغون ايج اوريغن متوفرة حاليا على الإكسبوكس ون بخدمة باك وورد كومباتيبليتي إن شاء الله سيكون عندنا ضيف وميزة على السبوع الجاي نتكلم عن هذه اللعبة إجازة غير مع بلاي ستيشن السعودية خصومات وعروض الإجازة بدأت على أجهزة وألعاب بلاي ستيشن فور في المملكة اللي حاب لي أخذ تفاصيل أكثر برضو حسيب لكم الرابط في الدسكريبشن فتح باب التسجيل لمنافسة أوفرووت جي فورس كوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طبع المركز الأول حيأخذ 9000 درهم مركز الثاني 5500 درهم المركز الثالث 3500 درهم تبقوا تفاصيل أكثر الروابط في الدسكريبشن السبوع اللي راح أطينها تصويت بسيط للعبة Red Dead Redemption على أنه متحمس انت للأولاية متحمس للقصة متحمس للقصة متحمس للقصة والأولاية مع بعض وكان أغلبكم بنسبة 57% متحمسوا لطور القصة أهنيكم الصراحة لأنه هذا اللي أنا أكثر شي متحمس له نيجي لموضوع التعليقات طبعا زي منتوا عارفين احنا في كل اسبوع بنحط تعليق إذا حاب تشوف تعليقك في المقطع اللي جاي للأسبوع اللي جاي إن شاء الله يوم الجمعة لا تنسى تحط اللي إياه في خانة التعليقات طبعا زي منتوا عارفين دائما بنسحب تعليق واحد وهذا التعليق جدا مهم لكم وهو موضوع تعريب لعبة Red Dead Red طبعا السؤال الطويل كان من أخوي ممدوح الشمري وصراحة أهني يعني على طرحه للسؤال أحمد نرجو نكتسوي حملة عشان تعليق لعبة Rockstar إذا ما سوينا حملة يبون يسحبون علينا وما يعبرونا لكن نرجو نكتساهم في حملة وتخاطب شركة Rockstar بإذن الله حان ندعمك واليوتيوبر يدعمون أخوي ممدوح أخوان اللي حابين أستيديوهات Rockstar أو خلينا نقول أنتوا أعز وأغلق ناس موجودين عندنا في القناة موضوع تعريب لعبة Rockstar أو ألعاب Rockstar بشكل عام جداً وصعب خاصة أن الشركة ما هي متواجدة عندنا في الشرق الأوسط خاصة أن الشركة ما هي مهتمة في الشرق الأوسط خاصة أن الشركة حتى ما ترد على حقين الشرق الأوسط بشكل عام لأن اللعبة بكل بساطة ممنوعة عندنا فبالتالي يتواصلوا معنا صلى الله عليه نجل الشيء الثاني ممكن يكون في وكيل أو بيزنس مان حيدفعل Rockstar فلوس وبالتالي اللعبة تنزل بعد كذا عندنا بشكل معرف لكن هل اللعبة حتكون متاحة أنها تنزل أو لا؟ هنا هو السؤال وخلونا أكون صريح أكثر أغلب السوق أو أغلب الشركات معتمدة على السوق السعودي بشكل كبير فلو اتمنعت اللعبة في السعودية ما توقع أنه في أي دولة ثانية بتقدر تقنعهم خاصة بالقوة الشرائية اللي موجودة أغلبها من السعودية وانتوا شايفين بنفسه أنا أتكلم بشكل منطقي وبأرقام بعيداً عن الأمور السياسية لكن هذا اللي ساير يعني بكل بساطة الموضوع موضوع فلوس حصل واحد بيزنس مان بيدفع فلوس وإذا بيدفع أوكي ممكن تنزل اللعبة وممكن تمنع ما هي فارقة معاه ذأنه ما شاء الله يعني معاه فلوس كثيرة لكن أقدر أقول لكم الأغلب ما هيستثمر في موضوع هو خسران فيه بشكل واضح وكبير وموضوع التعريب بس نقطة مهمة لازم تعرفوها ما هو سهل أو ممكن ينزل ما بعد اللعبة لو نزلت يعني أنا سألت حتى في أحمد النشيط وكانت تواصل معنا في تويتر مستحيل أنه في شركة هتعرب لك لعبة بعدما تنزل أغلب قبل ما تنزل بفترة يعني مفضل نتحرك من الآن لكن الموضوع زي ما قلت لكم جدا جدا صعب هذا اللي كان عندي من ناحية هذا الموضوع أتمنى أن يكونوا فاهمينه بشكل أفضل واللي عنده سؤال يحط ليها في التعليقات وإن شاء الله هجاوب عليه سواء في الوصف التحت يعني أنا هجاوب عليه شخصيا أو هجاوب عليه في المقطع اللي جاي في شي غريب منتشر في الفترة الأخيرة اللي هو العنوان يكون مختلف عن المحتوى طبعا بس عشر أوضح الفكرة أكثر لاحظت أنه في قروات مهتمة بلعبة جي تي اي بدت تستخدم مسلوب تشويقي لكن بتحس أنه بعيد عن المحتوى خاصة أنه أغلبهم معتمدين على المدد يعني مثلا بقول لكم اكتشفت والله حل مثلا لغز في اللعبة أو اكتشفت بيت جديد ممكن اكتشفت مثلا جزيرة جديدة قاعدة جديدة شخصيات جديدة لكن في النهاية بتطلع عليك عبارة عن موت عشان أوضح الفكرة أكثر نحن نعلم أن هذا الأسلوب استخدموا يمكن حقينا المقالب والتحديات بشكل كبير في فترات ماضي وما زال بعضهم بيستخدم هذا الأسلوب وناجح إلى حد ما وبعض المشتركين يعني أول أغلب يمكن ما حتكون عنده هذه المشكلة لكن في لعبة جي تي اي أو خلينا نقول في الأخبار بشكل عام حتكون مشكلة كبيرة بالنسبة لك كصاحب محتوى من نظرتك الخاصة بالنسبة اليوتيوب طول ما أنه محتوىك بيكون نفس الشيء اللي موجود في الفيديو ما حتح يقدر يكلمك بشيء يعني مثلا خلينا نقول أنت بتتكلم عن طيارة غريبة وفعلا كان عن موت في طيارة غريبة ممكن ينحسب تحت الكليك بيت لكن ما أعتقد أنه حيصير أي شيء طول ما أنه المحتوى في النهاية هو نفس الكلام اللي مكتوب في العنوان طبعا اللي أرغب أوصله أنه هذا الشيء رح يضرنا على المدى البعيد في نظرتي الخاصة لاحظت عند الأجانب ممكن بعضكم يعرف قناة دومز لايف عن شهر فترة في اليوتيوب عن مستوى الأجانب ووصل نص مليون في ثلاثة شهور في أربع شهور لكن فجأة قفرت قناة اللي صارت عليه حملة قوية من الأجانب بسبب أنه الأسلوب اللي كان مستخدم صحيح أنه ناجح مع المشتركين لكن دمر الكوميونيتي بشكل كبير لأنه خلى الأغلب صار يفكر بنفس التفكير أنه كيف يجيب مشتركين كثر وكيف يجيب مشاهدات عالي بغضر نظر عن أنه المحتوى مفيد مو مفيد أنا ما يهمني يهمني أنه يجيب مشاهدات ويجيب مشتركين فأتخلصوا منه ولاحظوا إذا حين ما عسالي ينزل أي شيء اللعبة جي تي اي بي لكن هل هذا الشيء ممكن حيصير عندنا في مجتمعنا العربي ما أعرف لكن عشان نبسط الموضوع أكثر هل هذا الشيء تتوقعوا أنه سبب يخليك تنجح في اليوتيوب بشكل سريع وهل هو شيء صحيح أو لا؟ هذا اللي حيفيدنا فيه اليوم أخويا المبدع في اليوتيوب تيم فيصل صراحة نوصل مليون مشترك وبمحتوى خرافي وبمشاهدات مرتفع لدرجة دائما سار يخش الترنت عندنا في السعودية حاب أرحب فيه اليوم وحاب ناخد منه كذا استفسار السلام عليكم كيف حالك أخويا فيصل وعليكم السلام وأحمد مبروك علي بمليون مشترك وإن شاء الله للعشرة مليون الله يبارك فيك عقبالك وعقبال ما توصل للمئة ألف بقناتك الثانية وبعدها توصل للمليون إن شاء الله سؤالي الأول بحكم أنك وصلت للمليون ومعدل مشاهداتك ممتازة وبتخش الترنت أكيد أنه مو صدفة وفي سر بتسويه إيش نصيحتك لكل شخص جيمرز حاب ينجح أو يخش اليوتيوب والله اليوتيوب مليانة أسرار كثيرا لكن من ناحية الترنت الحين ما حد يدري كيف الواحد ممكن يخش الترنت لأن اليوتيوب نفسه هو مخب به الشيء ما يبغى يقوله عشان لاحد يستغل الحركة ويضخل الترنت دائما حتى لو كان محتوى خائز أو شيء زي كده لكن أهم شيء أن يكون بينك وبين جمهورك في تفاعل يعني لما تطلب من جمهورك لايكات ولما تطلب منهم يكتبون في الكومنتات وأنهم يشتركون في القناة وهذه الأشياء هذه كلها تعتبر من حركات التفاعل لكن هل يدخل الترنت الحين ما حد يدري هذا الشيء بس إذا تبغى تنجح كجيمر في اليوتيوب ركز على النقاط اللي بقولك إياها الحين أول حاجة حطه في بالك أنه في منافسة قوية بينك وبين اليوتيوبرز الثانيين الجيمرز يعني أي مشاهد يجي عندك بيتفرج منك كم دقيقة بعدين رح يطلع يتفرج على واحد ثاني غيرك فأنت حاول أنك ما تخلي يمل وكيف ما تخلي يمل وهذا الشيء اللي أنا ملاحظة في القنوات الجيمرز أغلبها وودي أنه يتغير اللي هو أنهم يسكتون وهم يلعبون هذا الشيء غلط المفوض أنك ما تسكت لأنه إذا سكت هذا ممكن يخرب حماس المشاهد لك فأنت تكلم إرمي تعليقات حتى لو كانت سماجات أهم شيء لا تسكت حتى السماجات يعني ممكن يضحك عليها واحد عادي في النهاية كل الناس لهم أذواقهم في النقاط أو الأشياء هذه أحيانا تقول شيء ما يضحك غيرك أحيانا تقول شيء مرة عادي غيرك يضحك يموت ضحك عليه حتى لو هو ما كان يضحك بالنسبة لك أنت بس أنك قلتها وضحك عليه هو فبعدها المشاهدة رح يتعلق فيك رح يشوفك أنت واحد فلا أنت واحد ممكن يقول لأصحابه عنك فلما تقول لأ انشيق قناتي عند أصحابك رح ينشيق قناتها ما عنده مشكلة لأن في النهاية بيكلمهم ويدلهم على واحد فلاوي واحد عنده محتوى وليس أرض أنك تكون فلا يعني يكون عندك محتوى أهم شيء لكن حطها قاعدة لا تسكت وثاني شيء ما أدري كم نقطة قلت أنا قبل شوي لكن ما علينا المهم ضعنا في النقاط لكن هذا شيء بأرضه مهم أنك تختار لعبة أن تكون مستمتع فيها لو ما كنت مستمتع بالمقطع اللي رفعتها ما رح يستمتع المشاهد نفسها فعشان كده قبل أن ترفع أي مقطع تفرج المقطع شوف المقطع إذا كان يضحكك ولا لا إذا كان يضحكك وان عاجبك خاص أرفع وقتها لا ترفع مقطع بس عشانك تعبت عليه وبرضه حاجة نسيت أذكرها حاجة مرة مهمة مفوضة أنها تنقال أول شيء دائماً اشتغل مع يوتيبرز بنفس مستواك كيف يعني روح عند القنوات اللي مشتركينها قليبين منك وكلمهم قل نبغى نزور مقاطع مع بعض وبكذا رح تتبادلون مشتركين تتبادلون نشر حتى ممكن القنوات الصغيرة هذي يصرون معك إلي ما توصل المليون على سبيل المثال أنا لما وصلت ألف مشترك تعرفت على فراس جيمر ويأي يومك هذا وحنا أصحاب مع بعض من 2012 طيب رأيك في الناس اللي بيستخدموا عناوين مضللة ومختلفة عن المحتوى هل أنت معاه أو ضد هذا الشيء وليش؟ طيب بالنسبة للناس اللي يستخدموا عناوين مضللة أو مختلفة عن المحتوى هذا الشيء طرعاً اليوتيوب بيحاربة يعني ممكن يأكد السرايك عليه لو أنه حط عنوان ما لا علاقة بالمقطع لو كان جزء من الثانية تكلم عن حاجة وحطها في العنوان هذا الشيء عادي في النهاية أنت بغى تجذب الناس سواء كانوا متابعين لك أو متابعين جيمز أو حتى لو ما لهم في الألعاب وهذا شيء برضو مهم استهدف الناس اللي ما لهم في الألعاب حتى لو أنك تتعمد لتسوي شيء في المقطع ما لا علاقة في اللعبة بس أنك تسويه كده يعني مثلاً ضمن المحتوى طبعاً مو مثلاً أنك تحط مقطع شيء ذاني ما لا علاقة بالمقطع لا لا يعني وانت قاعد تلعب تقول حاجة تقول نقطة أو تتكلم عن حاجة صارت في الترند عندنا حالياً يعني شيء منتشر فلو تكلمت عننا عادي تقدر تحطها في العنوان دمك تكلمت عنها تقدر تستغلها كلمة خيرة حاب تقولها أخوة فيصل كلمة خيرة حاب أقولها أتمنى لك التوفيق يا أحمد وإن شاء الله تكبر قناتك ونشوفكم القنوات الكبيرة وزي ما نجحت قناتك الأولى رح تنجح قناتك هذي برضو ويلا كما معكم فيصل ومع السلامة هاي أحمد أتسمع اسمعي حول لي الفلوس على حسابي في البنك أوكي اللي هو حقه عشاني طلعت معاك يعني زي كده لا لا مزح مزح شباب ما في فلوس ولا شيء نحن نقوله وضع كله فلوس في فلوس كيف يطف جرام فتنخيرا العموم يعني زي ما انتم شايفين يعني هذي كانت نصيحة دخولي فيصل يعطيه ألف عافية الصراحة ووضح لنا أمور جدا كثير في عالم اليوتيوب وشخص خبير لكن سؤالي لكم في المقطع هذا هل انتم مع خلينا نقول موضوع انو نحط عناوين مشوقة على اساس تحمس الواحد يخش على الفيديو دايريكت ومع صورة تكون كده حماسية اختاروا الاجاباتكم حتحصلوا علامة التعجب تطلع لكم اضغطوا عليها واختاروا التصويت نعم او لا اتمنى اشوف هذا الشيء على اساس ممكن انا كمان اتحمس واسوي زيهم لا انا امزح معاكم ما حسوي اي شيء زي كده لكن لازم من عنصر التشوق على اساس انو ناخذ فرصة كقنوات تشوفوا محتوى لا بد للرجال ان يكونوا احرارا ليفعلوا ما يؤمنون به فليس من حقنا عقوبة كل من يختلف معنا في ارائنا الطائر بالله احد روكستار طبعا تقريبا الاخبار الاخيرة ما هتكون كثيرة لكن هنركز الضوء على كذا شغلة يوم الثلاث اللي راح بالتحديد نزلت سيارة جديدة اسمها بروغين اتالي جي تي بي وحتشوف صورتها قدامكم صراح سيارة جدا جدا جميلة اللي جربها واستخدم السيارة هذة وشاب كيف طريقة تعديلها يكتب لنا رأيه عنها في قسم التعليقات بالاضافة انه روكستار واضح لفترة الاخيرة شغالين على الشيء لكن مافي شيء واضح للاامانة كل انه يعرف انه فيه شيء قاعدين يساووو بس مانع نعرف انه السنه هذه موعدين باشياء كثير ما اللي بنقول انه شاي رسم يقدم انه شاعات و تستريبات بتتكلم على انه في اضافة قصة بتتكلم على انه في ممكن لعبة شرطة و حرامية اشياء كثيرة لكن ما نعرف اذا كانت روكستار حتنزلها من جد اولى الشاي اللي احنا نعرفه واللي لاحظته في فترة الأخيرة وكلام كثير كثير عنه في 250 ألف قاعدة تودع في حسابات اللعبين ما أعرف صحة هذا الموضوع لكن كثير من اللعبين بلغوا عنها واحد من الشباب اللي نعرفه برضو تكلم على أنه وصلته أتمنى إذا أنكم وصل لكم مبلغ زي كذا تكتبونونا في قسم التعليقات خلونا نشوف كم واحد وصلوا هذا المبلغ لأنه بكل أمانة ما يبتعد عن طور أولان لعبة جي تي اي في الفترة الأخيرة في النهاية حاب أذكر أنه إن شاء الله اليوم في وقت من تخرع على 12 و 12 ونص وحدة الليل تقريبا حنبدأ بث للعبة جرافيتي راشة الحصرية الجديدة من استوديات بلستيشن أقوى تحية لبلستيشن السعودية على تعاونهم معنا طبعا حاب أذكر في النهاية لا تنسوا الاشتراك نشر المقطع إذا أعجبكم نشوفكم على الساعة 12 ونص أو وحدة إن شاء الله على قناتنا في اليوتيوب الأساسية اللي هي الفوق المئة ألف كام معكم أخوكم محمد برامو من القناة فيدي جيم فور عرب لا تنسوا الاشتراك سالة